موسيقى اليوم راحنا جينا نتكلمه في القرعة والهجرة وماذا هي كيف مجارية الأمور ونقدم لكم معلومات من خلال التجربة بالطبع القرعة الأمريكية في هذه السنة إن شاء الله سيكون لديه النتائج نتاحها سوف نحسبوه 12 سوش 3 ربعة خمسة في شهر خمسة قلتنا خمسة شهور باش يعلون النتائج إذا حسبنا شهر 12 ستكون 6 شهور إذن في شهر خمسة سيعلون نتائج في الأسبوع الأول إن شاء الله في شهر ربعة أو آخر شهر ربعة سوف نقوم بالفيديو ونرى جميعا كيف نعرفوا النتيجة وماذا نجحنا أو ما نجحنا المهم، الفيديو نتاع اليوم سوف نحاول بخلصة كيف ملحة ما نطولش غير نقدم واحد المعلومات أو نصائح للناس اللي غادي يمشيوا لأمريكا الأول مرة اللي غادي ينشحوا اللي بغيت نقول لهم ببرك عليكم أولا النجاح والقبول وإن شاء الله تحقوا هاد الأهداف اللي راكوا باغينها إن شاء الله ومنسوش العائلة منسعنا منسوهاش ديما مين نمشيوا ديما يكونوا في بالنا اللي هارحنا غادي نتغربوا وبعد الناس يمشيوا بكينسوا العائلة ديالهم بكينسوا الدك الناس اللي يوقفوا معهم نحنا نمشي بحالهم نحنا نمشي ونخدموا والله يصنعوا ونخدموا إلى الأهل اللي لنا هذا هو كيفما نقول سبب الغربة أنتعنا على بركة الله الناس اللي غادي تمشي لأمريكا أول حاجة نصحها ونعاود نكررها الدراسة الدراسة ما نقول لكم وروحوا قرار المحامات ولا قرار الطيب ولا الهندازة ولا أي حاجة قرار اللغة الإنجليزية كي تتعلم اللغة الإنجليزية ثم أنت غادي تعرف المستوى تاعك غادي تعرف واش تقدر تدخل الجميع تقرار أو ما تقدرش كي تتعلم اللغة غادي فتحولك بزاف المجالات بزاف الوظائف غادي أمريكا غادي تبالك بواحد صورة أول سنة غادي جيك أمريكا صعبة غادي ما تقدرهاش هادي هادي بعض الأفكار غادي جيك سيلبيا على أمريكا يقول لا ما نقدرش غادي نرجح البلادي ولكن إن فتح تجلي كتما ما خاستكش تولي اللور وتفكر في المغرب ترجع له متابقنا الخوت أول حاجة اللغة الإنجليزية خاستك تدير واحد البرنامج عفواً تعال وقت باش تخدم وتقرأ الصباح خاستك تقرأ العشية والعكس إلا قريت العشية خاستك تخدم الصباح أول إلا قرينا ودخلنا مدرسة متاع اللغة الإنجليز غادي ننساو الفكرة متاع نخدمه ونحصله ونجمعه الفلوس لأنها صعيبة بزاف باش تقرأ وتجمع الفلوس ولكن تقرأ اللغة الإنجليزية بعد سنة سنتين يفتحوا لك بزاف الأبواب وديك السنة لضيعتها ولكن تقرأ ولكن هذا الرطار في الصالح كذلك كنصح الناس اللي غادي يمشيوا جدا واحد حاجة حاولوا تخدموا أي خدمة أي خدمة لأنا رادي يقرأوا لونجلي حنا يا ما خديش تركزو على الفلوس أي خدمة ما تحتاج لونجلي هادو الناس اللي ما يعرفوش اللغة كاين وضائف كثيرة ما تطلبش اللغة مثلا على سبيل المثال نعطيكم اللي كي يغسل الصحون أو الديش واشر هادو الخدمانتاعو اعطوه الأواني ينضفهم ويحطهم هادي مزيانة بزاف اللي ما يعرفش اللغة و كبداية 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 يعني ما تطولش فيها انفو تبدي تعلم تبدي تقرأ الأنجلي تعلم وطعف كيتدخول وتخرج صافي بدي الخدمة شوف ما حسن ان هاد الخدمات ديش واشر هاها مزيانة فقط للناس الجداد اللي ما يعرفوش اللغة ماشيين تاع الدوام ما غاليش تبقى فيها ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين اراك إلا وليفت الخدمة في الميريكان اراك صعيب بزاف تخرج منها حاولوا ما تربيوش لكبدا على الخدمة تشوف الخدمة ما صالحالكش مع السلامة كين بزاف الخدامي وعاود تاكين اللي كاي بدل الخدامي بزاف 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 ماشي مزيانة حاول تركز على واحد خدمة وحاول تبغيها باش طول فيها إذا خدمة ما تطلبش لانجلي بديو بيها ولكن ما نطولوش فيها كين بزاف الخدامي في أمريكا كين بزاف الأبواب إن شاء الله غادي تعرفوه بزاف كيدروه تدخلوه تخرجوه غادي تكتشفوا بزاف الصوالح التواحد ما غادي قد يقول لكم هات صوالح ولكن تبو حذك اللي غادي كيت تمشي لأمريكا غايت تكتشفها تكتشف بزاف الصوالح ربع ما تلقاشي خدمة التواحد ما خدامها في أمريكا عمرك ما سمعت شي واحد خدامها كين بزاف كين بزاف خدامي عندك صناعة في المغرب غادي تقدر تستعملها في أمريكا وتخدم زيان نعرف ناس ممشاو صناعية خدموا بحال هكا ديش وعشر في اللوول كيحفظوا وعرفوا السيستام وعرفوا البلاد كيدايرا ندام جوف دك الصناعة نعرف بناتريا نعرف الناس في البني دخلوا للمجال تاع الخدمات تاحهم وداروا فلوس ورام عايشين الحمد لله ميكانيك في المغرب خدموا يغسلوا الوطا خدموا في الرستورات ولكن مطولوش فيها غشفوا راسهم يقدوا يندمجوا مع المجتمع صاف يدبوا على ريسالهم كاللي عنده حل محل تاعه ميكانيك نعرف ناس الخدح عنده محل تاعه ميكانيك دياله كل شي ساهل في أمريكا تحاجة مصعبة ما هي؟ خاصة كما نقوله الكوراش وخاصة تزعم هذا الشيء المطلوب وتواحد ما يخوفكم ويقولكم له أمريكا صعبة وهادي مننا وما تقدش تمشي بعيد وفيها ضريبة ولكن ما ننسوش كائن الخدامي كائن فين تمشي وتوسع كائن ماشي بحب بلدنا ما فيها ولو فيها غد ضريبة وخدمة لديك لعرضك فهاديك البلاد الحمد لله غادي ناكلوا فيها ديك الخبزة وغادي نوكلوا الناس الخبزة نقصب الناس العائلة منتعنا اللغة وأي خدمة في البداية هاد شي اللي نأكد عليه في هاد الفيديو وكيف ما العادة ما نبغيش نطول على الأخوت ما نبغيش نقولكم ما نبغيش نطيح لكم معنويات وما نشهدو الهدف منتعنا هو نشجع ونديلكم واحد الأمال ونديلكم الكوراش هالشي اللي كاين يا الله هالخوت ان شاء الله نتلقى في فيديو جديد موضوع آخر وما تنسوش الاشتراك في القناة مع هذه الحال مدرجي فيديو معي مع الخدمة كيف موقتلكم وان شاء الله من القدام نقوم ندروا لي فيديو يا الله مع السلامة وفي آمان الله ما نريد شي حاجة الفيديو آخر الفيديو الجاي غادي نضيفها يلا ما تنسوش الاشتراك باش القناة تزدوا الدعم باش تحنا يا عتاكين نزيدو في الفيديو وفي معلومات يلا بالتوفيق وبروك عليكم النجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة